ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمشاريع التي تعمل على تطوير التبادل التجاري والاستفادة المثلة من المقاومات الطبيعية الحمد لله رب العالمين يعني عدد الحضور يعطي أنه في ثقة كبيرة في مملكة البحرين وفي احتضانها حق مثل هذه الاجتماعات وأيضا جدول الأعمال بيكون عندنا تسع مواضيع مهمة أهمها يعني راح يتم مناقشة الأمور الصحية والصرف الصحي والاقتصاد الأخطر وهذا الشيء خلينا نرفعها حق حكوماتنا وأنه يتم تنفيذها بشكل أسرع الجمعية اليوم الاجتماع هو عبارة عن اجتماع للجنة الدائمة الاقتصادية والتنمية المستدامة طبعا بالنسبة إلى هذا الموضوع راح يكون في مناقشة لعديد من الاستراتيجيات التي تهم التنمية المستدامة بالأخص والتي يسعى الجميع لتحقيقها مع عام 2030 الاجتماع ناقش عدة ملفات ومن أبرزها مشروع إنشاء سوق طاقة آسوي مشترك بالإضافة إلى مشروع بشأن الشؤون المالية لضمان الجهود المفذولة للنمو الاقتصادي الآسوي استمعنا إلى حقيقة رؤية كبيرة وإنسانية تحمل حقيقة توجه مملكة البحرين قيادة حكومة وشعبا فيما يخص رفاهية الإنسان في كل دول العالم وخاصة الدول الآسيوية الآن هذه الجمعية كونها في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة أيضا وهذا الاهتمام في إنجاح هذا المؤتمر إذا ما قرأنا واستعرضنا المواضيع التي تبحث في هذه اللجنة هي مواضيع تهم قارة آسي هذه القارة الأكبر بين قارات العالم من حيث عدد السكان والمساحة والقدرات الاقتصادية ولكن للأسف هذه القارة ما زال فيها من الجوع والفقر والتطرف والإرهاب وبعض الأمور الأخرى طبعا أهدف تني استدامة كما هو معلوم هي 17 هدف تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة ويجد عمل على تنفيذها تبعا للظروف لكل دولة الموضوع التي سيتم منقشتها اليوم تتعلق بالمناخ بالنقطة الأولى والتمويل الأخضر إضافة إلى ما تتعلق بظروف الجوع الخروج برؤية واضحة المعالم تكون هي خارطة طريق للدول الأسوية أبرز ما تطمح إليه الحكومات الأسوية اليوم والتي تشجع بدورها على وضع خطط متكاملة ومحكمة تعمل على تنفيذ سياسات فعالة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة احتضان مملكة البحرين لمثل هذه الاجتماعات يؤكد على الدعم المتواصل من قبل جلالة الملك المعظم للاجتماع البرلماني الأسوي وذلك للخروج من هذه القاعة بتوصية تفيد هذه الدول المشاركة بخلق شراكة مستدامة وتنمية ازدهار اقتصاد دولها طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين